سادساً أن يُوتِر بإحدى عشرة ركعة وإن أوتر بإحدى عشرة فإنه ليس له إلا صفة واحدة يُسلِّم من كل ركعتين ويُوتِر منها بواحدة قالوا الشيخ في الشرح الممتع وهذا على قول بعض العلماء الذين ذهبوا إلى أن الوتر أسم لما يُصلى بالليل وعلى القول الآخر فإن الوتر هو الركعة الأخيرة فقط